أعوذ بالله سميل عليمنا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وبعد أسعد الله أوقاتكم أبنائي وبناتي الطلاب والطالبات وكل عام وأنتم بألف خير وألف حمدا لله على سلامتكم ونسأل الله لكم الصحة وعافية الأبدان من هذا أداء المستشري داء كورونا ويعني السلامة غنيمة وعليكم أن تأخذوا إن شاء الله بالأسباب ونحن نريد أن إن شاء الله نقرى هذا الفيروس الفتاك ونكمل مسيرتنا التعليمية بإذن الله تعالى وذلك من خلال استخدام التعليم الإلكتروني ونستأنف إن شاء الله تعالى أبنائي وبناتي الطلب والطالبات محاضرات إن شاء الله الفصل الثاني من مصاق اللغة العربية والستراتيجية تدريسها اتنين طبعا اليوم إن شاء الله هيكون عنوان محاضرتنا الثانية هي المحادثة والتعبير وحينما يعني نقول المحادثة نقصد بها يعني كما عرفها اللي هو الناقة وحافظ قال أنها نقل لإعتقادات وعواطف واتجاهات ومعاني وأفكار من المتحدث إلى الآخرين يعني ما أحمله أنا في داخلي من عواطف وأحاسيس ومشاعر وخواطر وأيضا وما يحمله عقلي من أفكار ومعاني أنقلها إلى الطبعا الآخرين والذين نقصد بهم المستقبل وأنا في هذه الحالة أكون المرسل وأداة الاتصال هي رسالة ولا بد من أن يكون هناك الفيتباك اللي هي التغذية الراجعة لكل اللي هي حلقة الوصل بين المرسل والمستقبل وبين أداة الاتصال طبعا هناك تعريفات كثيرة الأمر لك يعني اختر ما شئت من التعريفات المهم أنها يعني تحمل عواطف ومشاعر وحاسيس وأفكار ومعاني وهذه الأفكار كما قلت يجب أن تصل إلى المستقبل بكل وضوح ويسر وسهولا أيضا طبيعة عملية المحادثة تقوم على أربعة أركان الركن الأول هو الاستثارة ثم يأتي الركن الثاني التفكير أما الركن الثالث فهو الصياغة وننتهي بالركن الرابع المقصود بالنطف ما معنى الاستثارة؟ الاستثارة يعني تكون من خلال يعني مثير وهذا المثير نوعان قد يكون مثيرا خارجيا وقد يكون مثيرا داخليا المثير الخارجي يعني شيء من الخارج أثار في نفسك شجون وفي عقلك حرك الأفكار وهذه المثيرات الخارجية طبعا لها عدة أو هي ضمن حلقة في سلسلة مترابطة السلسلة الثانية أو الحلقة الثانية يقصد بها الأفكار ولكن قبل أن أتكلم عن الأفكار نأتي إلى المثير الآخر وهو النابع من الداخل وهو الذي نقول عنه يعني الدافعية قوة كامنة داخل جسم الإنسان تدفعه إلى أن يفكر وهي الحلقة الثانية من تلك السلسلة في عملية طبعا التفكير يفكر كيف يعني طبيعة هذه الاستثارة التي وصلت إليه سواء كانت من الخارج أو نبعت من الداخل حتى يصل إلى الحلقة الثالثة من حلقات تلك السلسلة وهي الصياغة الآن فكر في هذا المثير الذي أثار شيء في نفسه ثم قام بعملية بلورته في عقله وبالتالي لا بد من أن يصوغ هذه الفكرة أو الأفكار حتى يستطيع في نهاية المطاف أن يصل إلى الحلقة الرابعة من تلك السلسلة وهي النطق بها النطق طبعا هي التي يعني نصل فيها في النهاية إلى ما يسمى بالمحادثة طبعا نأتي الآن إلى أهداف تدريس المحادثة يعني هناك الكثير حقيقة أبنائي وبناتي الطلاب والطالبات من الأهداف أهم ما في الأهداف أنه يمكن المتعلمين من قدرتهم على الطلاقة في الألفاظ والمحادثة والطلاقة هي القدرة على الإتيان بأكبر عدد ممكن من الأفكار والمعاني في فترة زمنية معينة يعني يكون لديه سلسلة من الكلمات دون انقطاع وتسير مجرى النهر في الماء بتدفق وسرعة أيضا نعوده على النطق وسلامة اللسان وتمثل المعاني يعني أن يكون النطق صحيحا وأن لا يكون متلعتما اللسان يكون طليقا والمعاني تكون متمثلة ثم تنمية مهارات التفكير المنطقي والمنطقي نقصد به التسلسل المنطقي يعني الذي يسير خطوة خطوة حتى نصل إلى ترتيب الأفكار لدى المتعلمين أيضا هناك تعويض المتعلمين على أن يشارك بشكل إيجابي في كل حديث يجري هذا المتحدث سواء كان مع الأسرة أو المعلم أو المجتمع أي كان من يكون ثم ندفع المتعلمين إلى عملية التخيل والابتكار طبعا التخيل يعني أن نوحي للطلبة وكأنهم في شيء يريده المعلم ممكن تخيلوا أنكم في البحر تخيلوا أنكم في الحديقة تخيلوا أنكم في السوق تخيلوا أنكم في المشفى وهذا التخيل هو حقيقة من الأسليب التي دائما نوصي بها واستخدامها في العملية التعلمية التعلمية والابتكار طبعا هي القدرة على الإتياد بأشياء لم تكن مألوفة من قبل أي أنه عبارة عن شيء جديد ومن ثم تنمية مهارات الحديث مثل الإصغاء واحترام الآخرين وأن نكشف عن الموهوبين أيضا في مجال الخطابة ومن لديه القدرة على الارتجال وصرعة البيان في القول ونقصص في البيان يعني البلاغة بجمالها وسحر أدائها وسر جمالها ولسنها وفصاحتها وقوتها ثم نعالج ظاهرة الانطواء لدى المتعلمين الذين يحبون العزلة والاكتئاب والانطواء بعيدا عن التشاركية المجتمعية مع الطلاب سواء كان ذلك داخل الفصل الدراسي أو في فناء المدرسة أو خارج فناء المدرسة وأصوارها ثم نكسب المتعلمين كما قلنا اللغة اكتسابا لأن اللغة لا تكتسب بالعزلة وإنما تكتسب بالتفاعل مع الآخرين والاستماع إليهم ويسبيرسن ماذا يقول اللغة ينظر إليها عن طريق الفم والأذن يعني والأذن تعشق قبل العين أحيانا كما قال الشاعر ميمون بن قيس في هذا البيت ويقول أنه أنظر إلى حركات الفم وأسمع ما يقول هذا الفم وهذا السمع يجب أن يكون مبني على الإصغاء وعلى الاستماع الجيد وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصيتوا لعلكم ترحمون وليس عن طريق القلم والعين إذن كما قلت ما نوه إليه إسبيرسن أن اللغة لا تكون بالقلم والعين ويقصد هنا الكتابة وإنما تكون كما قلت لكم من خلال الفم والأذن هل هناك مهارات تعد جزءا من المحادثة؟ المهارة طبعا هي القدرة على أداء عمل معين بسرعة ودقة وإتقان المهارة منها بالنسبة لمحادثة لا بد من أن نستدرج الطالب في تعويضه على استخدام اللغة العربية الفصحة وأن حينما يتحدث يغير في نبرة الصوت من خلال توظيف علامات الترقيم في إلقاء الشعر في الخطابة في إلقاء مثلا نص شعري في التغني بالقصائد الشعرية في تلاوة القرآن يعني كل المحافل اللغوية هناك مهارات أيضا مصاحبة المحادثة منها الجرأة والشجاعة في الحديث لا يجب أن يشعر بالخوف أو التردد ثم ينطق الكلمات بصورة واضحة جلية وأن يخرج الحروف من مخارجها الصحيحة التركيز على الفكرة الرئيسة وأن يبتعد عن تشتيت الأفكار من خلال أن يطلب من الطلاب تحديد الأفكار الرئيسة وأن مثلا يأتي بجمل قصيرة متساوية من ناحية القصر حسب المضمون الذي يقوم الطالب بدراسته لغة الجسد مهم جدا أن يستخدمها متبوعة بالحركة والقول والكلام أيضا ولغة الجسد تعلمون أنها تكون إما من خلال هدفة الرأس أو من خلال حركة اليد أو من خلال حركة الرجل أو من خلال حركة الجسم ككل أو من خلال تغيير في نبرات الصوت أو من خلال تغيير في قسمات الوجه وهكذا دولي نبتعد ما أمكن عن العيوب النطقية يعني لا يصحه وأنت معلم للغة العربية حقيقة أن تتلعثم وتتفأفأ وأن الحروف تكون مقدومة ومخفية هذا أمر لا يليق بك حقيقة لا سيما وأنت معلم للغة العربية وهذا ينطبق أيضا على كافة المعلمين في مختلف المباحث الدراسية أيضا أعزائي الطلاب والطالبات لا بد من أن يكون هناك قدرة على استخدام الألفاظ الدقيقة والمصطلحات المتخصصة المتخصصة في المجال الذي يعني يقرأ فيه هذا الطالب أو المعلم ويكتب فيه ويدون في أفكاره ثم تكون لديه القدرة على جذب انتباه السامعين بقدرته على كما قلنا لفت الانتباه بمواقف لها أثر في نفوس ووجدان الطلبة طبعا نأتي الآن أعزائي الطلبة إلى مجالات المحادثة في المحيط المدرسي طبعا في مجالات المحادثة في المحيط المدرسي حديث التلاميث فيما بينه لماذا يعتبر مجالا حينما يشارك الطالب برامج الإذاعة المدرسية والندوات والمناظرات واللقاءات هذا أمر طيب وأمر محمود أيضا حديث التلاميث داخل حجرة الصف فيما بينهم من خلال القيام بالأنشطة المدرسية الصفية التي يطلبها المعلم منهم أو بوازع داخلي من خلال المشاركة في إعداد الوسائل التعليمية أو القيام بحمل التنظيف أو حملة توزيع الكتب على الطلبة الفقراء وهكذا دولعي أيضا نأتي إلى الأسئلة التي يجب يجيب عنها التلاميذ بعد طرحها من المعلم ولا بد عند الإجابة أن يكون هناك مراعيا الطالب في إجابته للتمهيد وأن يربط الخبرات السابقة باللاحقة وأن يشرح مضمون الدرس وذلك من خلال قلنا تدعيم التقويم بمختلف أنواعه في العملية التعليمية التعلمية يعيد سرد القصة التي قرأها المعلم وسردها المعلم يعرض صور لتعبير التلاميذ أيضا والحوار التمثيلي ولعب الأدوار التي يمكن أن يؤديها الطالب داخل الغرفة الصفية إلى هنا أعزائي الطلاب تنتهي المحاضرة الثانية وإن شاء الله سنكون على أمل أن نلتقيكم مع المحاضرة الثالثة إلى هنا أستودعكم الله أبنائي وأعزائي الطلاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته